بسم الله الرحمن الرحيم الموضوعات السهلة الشيقة اللي دايما بتكون موضوع امتحال وطبعا لما استعرضنا للحلقات السابقة موضوع الارتباط ده بقيت الباب اللي هو فيه الارتباط الباب الرابع خدنا ارتباط بيرسون وخدنا ارتباط سبير مال وعرفنا ان الارتباط هو من قياس احصائي يهدف الى قياس قوة او شدة العلاقة بين متغيرين سين وصاد النهاردة احنا هنكمل شغلنا مع نفس المتغيرين اللي هو سين وصاد وهنبدأ بتعريف الارتباط الارتباط هو التنبؤ بقيمة احد المتغيرين سين وصاد بمعلومية او بدلالة المتغير الاخر يبقى لو انا معايا سين اقدر اجيب بمعلوميته قيمة صاد او لو معايا صاد اقدر اجيب بمعلوميته قيمة سين وعندي نوعين من أنواع معادلات الانحضار يبقى أنا عندي معادلتين للانحضار المعادلة الأولى اللي بنقول عليها معادلة انحضار صاد على سين يبقى أنا عندي المعادلة الأولى اسمها معادلة انحضار صاد على سين والمعادلة دي بتتميز بوجود ألف وبه يبقى الصاد بتساوي ألف سين زائد به دي المعادلة الأولى يبقى هنا بتكون معادلة ألف وبي اسمها صاد بتساوي ألف سين زائد بي أو اسمها معادلة انحضار صاد على سين عندي المعادلة التانية اللي هي معادلة انحضار سين على صاد وفي الحالة دي هقول له السين بتساوي جيم صاد زائد د يبقى أنا عندي نعم من المعادلات في الانحضار أو معادلة الانحضار معادلة انحضار صاد على سين ومعادلة انحضار سين على صاد وهنشوف مع بعض شغل الانحضار بيمشي ازاي انا عندي كمتين في كل معادلة لازم احسنهم اللي هي قيمة الاول لو بنشتغل في معادلة انحضار صاد على سين بقدر اجيب الاول قيمة الف وبعدين قيمة به وارجع اعوض في المعادلة الرئيسية بتاعتي معادلة انحضار صاد على سين اللي هي الصاد بتساوي الف سين زائد به حد يقول لي يا مستر طيب قيمة الف بنحسبها ازاي أقولك بمنتهى البساطة الألف بيساوي شرطة كسر افتكر كده الكلام اللي هتسمعه ده سمعته فين أو شفته فين قبل كده لما أقولك الألف بيساوي شرطة كسر طالما أقولك شرطة كسر يبقى عندي بسط وعندي مقام برافو عليك البسط بتاعي بيساوي احنا قلنا الألف بيساوي شرطة كسر في البسط هنكتب نون مجسين صاد ناقص مجسين في مج صاد سمعك وانت بتقولي انا شفت الكلام ده في البست بتاع معامل ارتباط بيرسل برافو عليه يبقى بست بيرسل هو بست الف وبالمناسبة هيكون هو بست جيم لما هنشوفه حلقتنا النهاردة يبقى انا قلت البست تاني نون في مجلسين صاد ناقص مجلسين في مجلس صاد المقام بقى نون مجلسين تربيع ناقص مجلسين الكل تربيع اذا المقام ده برضو شفته فين والتي ده القوس الاول من الجزر بتاع مقام بيرسل برافو عليك الناس اللي تابعت الحلقة اللي فاتت وابتدت تذاكر قدر يعرف ان هو المقام ده كان نص مقام بيرسل برافو عليك تعالوا مع بعض نشوف تمرين على معدل الانحضار صاد على سين ونشوف الطرق اللي ممكن تيجي بيها الاسئلة بتاعة الانحضار نبدأ على طول نقول ادي مادة الاحصار للصف السلسلوي على طول موضوعنا النهاردة هو موضوع الانحضار واتفقنا ان في موضوع الانحضار يا جماعة اول حاجة عاوز اقولها عاوز اقول تعريف الانحضار هو ممكن يجينا تعريف الانتحان طبعا التنبؤ الانحضار هو ايه؟ هو التنبؤ بقيمة احد المتغيرين من عندي متغيرين سين وصاد او ظاهرتين سين وصاد ولكن بمعلومية المتغير الاخر ده تعريف الانحضار يبقى لما نقول ايه هو الانحضار تاني؟ تقول لي هو التنبؤ بقيمة احد المتغيرين او ظاهرتين سين وصاد طب ممكن يجينا في الانتحان ازاي؟ يقول لي مثلا الارتباط هو التنبؤ بقيمة احد المتغيرين بمعلومية الاخر تقول لي لا العبارة كده خطأ لان ده تعريف الانحضار او ممكن يقول لك الانحضار هو مقياس احصائي يصف قوة العلاقة بين متغيرين تقول لي لا طبعا الكلام ده غلط لان ده تعريف الارتباط او ممكن كمان تيجي في صورة اكمل نقط هو التنبؤ بقيمة احد المتغيرين بمعلومية الاخر على طول تقدر في الحالة دي تقول لي الانحضار يبقى انا عندي الانحضار هو التنبؤ بقيمة احد المتغيرين بمعلومية الاخر طيب عندي كمان ايه هي معادلات الانحضار اللي عندي لما اجي اقول لحضرتك على معادلة الانحضار تقول لي في معادلة يعني معادلتين للانحضار أول معادلة معادلة انحضار صاد على سين ودي بنقرأها صاد على سين الشرطة دي بنقرأها صاد على سين والمعادلة التانية انحضار سين على صاد طيب يا مستر نخلينا في الأول معادلة اللي هي معادلة انحضار صاد على سين طيب الصاد هنا بنسميها متغير تابع الصاد هي المتغير التابع أو الظاهرة التابعة المراد تقدرها أما السين هي المتغير المستقل أو الظاهرة المستقلة طيب عندي معامل انحضار سين أو معامل سين في معادلة انحضار صاد على سين يسمى ألف يبقى الألف ده هو معامل انحضار صاد على سين أمل به اسمها الجزء السابت في المعادلة يبقى أنا كده قلت المعادلة بتاعتي تاني الصاد بتساوي ألف سين زائد به نحفظ كويس لأنه ممكن كمان تجيني في صورة أكمل الصاد بتساوي نقط سين زائد به على طول أقدر أقوله إن الصاد بتساوي ألف سين زائد به والألف هو معامل انحضار صاد على سين أو معامل سين في معادلة انحضار صاد على سين طيب ممكن يجيني التمرين أو الأول عايزين نحسب قيمة ألف مع بعض لما اتفقنا مع بعض إن أنا عندي كمتين لازم أجيبهم نجيب قيمة ألف الأول مع بعضها قيمة ألف يساوي شرطة كسر شرطة كسر يبقى لازم يكون لها بسط ومقام بعد ما عملت شرطة الكسر لقيت ان البسط بيقول نون في مجسين صاد ناقص مجسين في مجسات المقام نون في مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع طيب انا كده ادرت احصل على قيمة الالف اقدر ازاي احصل على قيمة البه قلي قيمة البه بيساوي مجسات ناقص الالف في مجسين على نون حضرتك يا مستر قلت مجسين ومجسات ومجسين صاد ومجسين تربيع يبقى من كلام حضرتك لازم هعمل جدول علشان اقدر اجيب النواتج دي ممكن لو حضرتك فاكر جدول للارتباط افكرك بيه كنا بنعمل جدول في ارتباط برسل خمس خانات سين وصاد وسين فصاد وسين تربيع وساد تربيع عايزك تبص معي هنا لحظة هفكرك تاني بموضوع الارتباط في معامل ارتباط برسل كنا بنعمل جدول من خمس خانات كم برسل كم خانة خمس خانات اللي هما ايه سين وصاد ادي كده خانتين وكنت بقول خانة سين فصاد او سين صاد ادي ثلاث خانات وكنت بربع خانة السين يبقى سين تربيع وربع خانة الصاد يبقى صاد تربيع دول الخمس خانات اللي كانوا في معامل ارتباط برسل طيب هنا في الانحضار هنعمل ايه اقولك في الانحضار انا هكتفي باربع خانات فقط يعني في معادلة الانحضار في معادلة انحضار صاد على سين هنعمل جدول ولكن من اربع خانات فقط اللي هي السين والصاد وبعدين هنضرب السين في صاد وهنا هنربع خانة السين يعني سين تربيع او اضرب خانة السين في نفسها يبقى هنا انا استبعدت خانة مين الصاد تربيع بيرفع ليه يبقى في معادلة انحضار صاد على سين بجيب فيها سين تربيع فقط وزي ما هنشوف طيب ممكن نشوف تمرين يا مستر طبعا نشوف تمرين بس قبل ما نشوف تمرين عايزك تفتكر معايا الكلام اللي احنا هنقوله دهوت بنقول ايه قدرت اقولك ان معادلة انحضار صاد على سين اهي تاني معادلة انحضار صاد على سين اتفقنا انا وانت من ثلاث دقايق بالضبط ان معادلة انحضار صاد على سين قلنا ان الصاد بيساوي الف سين زايت به بيرفع ليه قلتلي الالف والبه الالف معامل سين والبه الجزء السابت هحسبهم ازاي قلتلك تعال افكرك تاني الالف قلنا بيساوي ايه البسط نون مجسين صاد ناقص مجسين في مجسات اما المقام قلتلي انا فاكر ان المقام في بيرسون كان جزر اقولك لا الانحضار ما فيهوش جزر هقولك في الانحضار هتقول لي نون مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع كده انت حصلت على قيمة الف في معادلة انحضار صاد على سين طيب فاضل ايه فاضل انك تجيب قيمة به وبه سهلة جدا قلتلي مجسات ناقص الالف اللي حضرتك جبتها مضروبة في المجسين او مجموع سين على نون طب عايز اعلمك حاجة جميلة كده تربط بيها بين معادلة انحضار صاد على سين ومعادلة انحضار سين على صاد في صاد على سين انت استخدمت متغيرين صاد وايه وسين واستخدمت الالف واستخدمت البه خدت بالك ان الف وبه يكونوا كلمة اب يبقى دايما احفظ معادلة انحضار صاد على سين انت فهمتها خلاص بس عايز تميزها تميزها بكلمة اب اللي هي فيها الف وبه وهنرجع تاني لمعادلة انحضار صاد على سين زي ما هتشوف معايا وهنشوف هنمشي ازاي في بعض التمارين اللي هتقابلنا يبقى احنا اتفقنا كده انه عندي معادلة انحضار صاد على سين اللي هي الصاد بتساوي الف سين زائد به وعندي قيمة الف عشان احصل عليها قلت بعمل شرط الكس الالف بيساوي البسط بتاعي نون مجسين صاد ناقص مجسين في مجسين صاد على نون مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع وقيمة البه بتاعتنا بتساوي مجس صاد ناقص الالف في مجسين على نون تعالوا نشوف مع بعض التمرين بيقول لي ايه على الشاشة عندي متغيرين او ظاهرتين سين وصاد الظاهرة سين فيها بعض القيم والظاهرة صاد فيها بعض القيم الظاهرة سين كييتوغد قيم كام 9 و 8 و 7 و 9 و 9 و 6 و 7 و 8 و 8 أما الظاهرة صاد زي ما أنت شايف كانت وعدة 6 و 9 و 5 و 8 و 8 و 9 و 5 و 7 و 6 المطلوب حساب معادلة انحضار صاد على سين خلي بالك من المطلوب كويس حساب معادلة انحضار صاد على سين ومنها اوجد أفضل قيمة لصاد عندما سين ب 20 طيب كان ممكن يصعب الموضوع شوية علينا ويقول لي المطلوب معادلة الانحضار المناسبة وإيجاد أفضل قيمة لصاد عندما سين تساوي 20 يعني ايه المناسبة يا مستر هو أنا كده احترت انت عايز معادلة انحضار صاد على سين ولا عايز صاد لما تقول لي كلمة المناسبة أقول لك هنا الفايسر والمعيار الأساسي بتاعك تشوف إيجاد قيمة ايه عندما ايه بتساوي ايه يبقى لما يقول لي إيجاد قيمة صاد عندما سين بتساوي 20 يبقى حضرتك كده عرفتني أنك عاوز معادلة انحضار صاد على سين يبقى كده لو قال لي احسب أفضل قيمة لصاد عندما سين تساوي 20 كده حضرتك كنت تقصد معادلة انحضار صاد على سين نرجع تاني للتمرين بتاعنا حضرتك اتفقت معي اتفاق لما يطلب معادلة انحضار صاد على سين هعمل جدول من أربع خانات نعد الأربع خانات تاني مع بعضنا نقولنا أول خانة اللي هي سين وتاني خانة صاد وبالمناسبة حضرتك مش هتتعب فيهم لأنك هتنقلهم من ورقة الأسئلة لورقة الإجابة يبقى حضرتك كده خلصت نص الجدول بالنقل المباشر من ورقة الأسئلة لورقة الإجابة بس بدل ما السين والصاد كانوا نعملين أفقي هنعملهم في الجدول بصورة رأسية يبقى أنا كده عملت جدول أربع خانات أول خانتين موجودين عندي في ورقة الأسئلة خانة السين وخانة الصاد يبقى هنشوف مع بعض أدي التمرين تاني هنا على الشاشة سين وصاد هبتدي أشوف التمرين عندي يقولي أن السين كانت أهو بالقيم بتاعتنا على طول هنعمل الجدول للأربع خانات اللي احنا اتفقنا عليه أنا وانت قلتلي السين والصاد نقلناهم من ورقة الأسئلة تب خانة السين في صاد هنضرب تسعة في تتة باربعة وخمسين تمانية في تسعة باتنين وسبعين يبقى ضربه مباشر يبقى بضرب خانة سين في خانة صاد سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين تسعة في تمانية باتنين وسبعين تسعة في تسعة بواحد وثمانين وهكذا فاضل آخر خانة اسمها خانة إيه؟ خانة سين تربيع واتعلمنا مع بعض لما كنا بنشرح معامل ارتباط بيرسون إن خانة سين تربيع دي عبارة عن إيه؟ قلتلك عبارة عن السين في نفسها يبقى خانة سين تربيع دي عبارة عن السين مضروبة في السين مرة تانية يعني السين في نفسها يبقى هنا لو أي رقم عايز أربعه بضربه في نفسه أو بزرار التربيع على الآلة الحزبة زي ما حضرتك بتعرف تحسبها لو x power 2 او x تربيع إذن كده جبت الأربع خانات بتوع الجدول الخانة الأولى سين نقلتها من ورقة الأسئلة الخانة التانية صاد نقلتها من ورقة الأسئلة الخانة التالتة سين في صاد ضربت سين في صاد اداني خانة سين في صاد آخر خانة اللي هي خانة سين تربيع بتضرب السين في نفسها أو سين تربعها خلصت الجدول أجمع الأربع خانات اللي عندي يديني أول عمود مجموع سين أو مجسين ثاني عمود مجسا ثالث عمود مجسين صاد رابع عمود مج سين تربيع يبقى لما هنبص على الجدول تاني بص كده معايا عندي مجموعة سين كان بثمانين ومجموعة صاد كان بسبعين ومجموعة خانة سين صاد خمسمائة تسعة وستين ومجموعة خانة سين تربيع كان بستمائة وخمسين قلتلي اذهب بعد الجدول يا مصطر بعد الجدول بيرافو عليك تطبيق مباشر في قيمة الالف يبقى انا عندي الالف بيساوي ايه قلتلي يا مصطر بيساوي نون في مج سين صاد ناقص مج سين في مج صاد على نون في مج سين تربيع ناقص مج سين الكل تربيع يلا نعوض تعويض مباشر بس قبل ما نعوض انا عايز افكرك بحاجة في حاجة عندي اسمها نون هي النون لما خدناها في بيرسون عدد القيم عد القيم اللي في الجدول عندك هتلاقيهم عشر قيم او كنت ممكن تعدهم من التمرين عشر قيم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر يبقى ابتدى عدد القيم ده ايه ايه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى دي القيم اللي عند حضرتك اللي هي النون بعد كده ببتدى اكمل التعويض بتاعي شلت النون وحطت عشرة شلت مج سين صاد اللي هو مجموعة خانة سين صاد او عمود سين صاد كان بخمسمية تسعة وستين ناقص مجموعة سين في مجموعة صاد بص عندك كده في الجدول هتلاقي مجموعة سين كان بتمانين ومجموعة صاد كان بسبعين طيب ننزل للمقام عندي نون اشيل النون وحط عشرة اهي ايبقى اشيلت النون وحطيت عشرة في المقام اهي وبعدين مج سين تربيع قلتلي بكم برافو عليك بستمائة وخمسين ناقص مج سين كانت بتمانين الكل تربيع او كنت ممكن تقول تمانين في نفسها يلا بالقال الحزبة بزرار شرطة الكسر اللي هو عندك اهو لو شايف معايا زرار شرطة الكسر اهو على الشاشة هبار عن ايه اللي هو بصت ومقام كده وبعدين بعمل شرطة الكسر وبكتب في البصت القيم اللي عندي وببتدي اتعامل مع التمرين بتاعي بمنتهى السهولة يطلع عندك قيمة الالف بتسعة من عشرة كده انت قدرت تحصل على قيمة الالف بكام بتسعة من عشرة ولكن انا فيه نقطة عاوز انبه على اعزائي الطلبة والطالبات فيها بعض الطلبة والطالبات طلع معه مثلا الالف بتسعة من عشرة ده ناتج مفهوش جدل فيه طالب تاني لو في مسألة تانية او تمرين تاني جمع الالف بواحد واربعة من عشرة يقول لي ما ينفعش يا مستر يقول له ليه يقول لي حضرتك قلت في الارتباط ان معامل الارتباط لا يزيد عن الواحد الصحيح طيب حضرتك جاوب انت قلت الكلام ده فين في الارتباط انا هنا مش في الارتباط انا في موضوع تاني اسمه الانحضار اذا قيمة الف لا تقضع لقواعد الارتباط عشان بعض الطلبة لو الالف طلع باتنين ونص او بتلاتة او باي قيمة يقول لك لا ما ينفعش تزيد عن الواحد الصحيح لا طبعا الالف ينفع يجيب اي رقم لان الالف ملهاش قاعدة اما الره اللي هو معامل الارتباط لو فاكرين كان بيخضع لقواعد اللي هي ايه قلنا لا يقل عن السرب واحد ولا يزيد عن الواحد معدى السفر ده كده كان موضوع الارتباط يبقى اذا لو قيمة الف طلعت معاك اكبر من الواحد ما تتخضش انت شغلك سليم والف ليس لها قواعد في القيم تطلع سالبة تطلع موجبة تطلع اكبر من الواحد تطلع اصغر من الواحد ما عنديش مشكلة في قيمة الالف نرجع تاني للتمرين بتاعنا احنا حصلنا على قيمة الالف بكام بتسعة من عشرة طب فكرني بقى اللي كتب ورايا من اول الحلقة قيمة البيه بكام قلت لي طبعا يا مستر قيمة البيه بتساوي شرطة كسر في البسط مج صاد ناقص الالف في مج سين على نون تعالوا نشوف مع بعض ازاي نحصل على قيمة البيه اتفقنا ان قيمة البيه بتساوي البسط مج صاد اهي ناقص الف في مج سين على نون طيب يا مستر ما انا عندي مج صاد في الجدول او مجموع صاد في الجدول كانت بكام برافو عليك كانت بسبعين ناقص الالف اللي حضرتك تعبت وجبتها كانت بكام بتسعة من عشرة ضربو عليك هنضربها في مج سين شاطر مج سين بكام بتمانين على النون اللي احنا عدناهم او عدد القيم او عدد المفردات كان بعشرة اذا احسب بالالد الحسبة معاك البه بيساوي شرطة كسر سبعين ناقص علامة تسعة في تمانين وانزل تحت في المقام اكتب عشرة يطلع معاك على طول البه بسالب اتنين من عشرة كده انت جبت قيمة الالف بتسعة من عشرة وجبت قيمة البه بسالب اتنين من عشرة باقي لحضرتك تكتب المعادلة الجميلة اللي حفظتها وفهمتها معادلة انحضار صاد على سين الصاد بتساوي الف سين زائد به يلا نشيل قيمة الف براف عليك شلنا قيمة الف وعوضنا عنها بكام بتسعة من عشرة سين ناقص اتنين من عشرة ليه مثلا لو مش حضرتك قلت زائد ايوة هي زائد لو القيمة موجبة اما لو القيمة سالبة هنقول ناقص يبقى قيمة البه بالسالب فعملنا اشارة سالبة يبقى نقول المعادلة تاني الصاد بتساوي الف سين زائد به يبقى الصاد بتساوي اشيل قيمة الالف وحطه تسعة من عشرة اشيل الالف وحطه قيمة تسعة من عشرة سين ناقص قيمة البه بتنين من عشرة طيب لو فاكر معايا كان في مطلوب تاني كان بيقول لي ايه في المطلوب التاني بيقول لي ثم وجد افضل قيمة لصاد عندما سين بتساوي عشرين اقول له بعد ما جبت المعادلة بقت كل حاجة سهلة لو انت عاوز او لتقدير قيمة صاد عندما سين تساوي عشرين هتقول لي هنعوض عن سين بكام بعشرين مش المعادلة اللي معاك بتقولك ان الصاد بتساوي تسعة من عشرة سين ناقص اتنين من عشرة برافو عليك كلامك صح قلت لي الصاد بتساوي تسعة من عشرة هشيل بقى قيمة السين وحط كام عشرين ناقص اتنين من عشرة لما هنضرب تسعة من عشرة في عشرين يديني تمنتاشر اطرح منهم اتنين من عشرة يبقى سبعتاشر وتمانية من عشرة ودي كانت قيمة صاد عندما سين بتساوي عشرين ده كان تمرين سهل على موضوع الانحضار وكان تمرين جايب جدول في قيم لسين وقيم لصاد بعد القيم دي تبقى هي النون ببتدي اعمل جدول من اربع خنات وبحسب قانون الالف او احسب الالف بقانونه والبه بقانونه وبعدين بقول له معادلة انحضار صاد على سين بتساوي الف سين زائد به وبجيب كمت الالف وكمت البيه واعوض في المعادلة ولو طلب افضل قيمة لصاد ببتدي اعوض عن قيمة سين بالرقم اللي مدهولي في التمرين واحصل على قيمة صاد ندي تمرين جاهز تمرين جاهز يعني يعني يدي لك مجموعة عمود السين ومجموعة عمود الصاد ومجموعة عمود سين في صاد ومجموعة عمود سين تربيع ويطلب من حضرتك افضل قيمة لصاد عندما سين بتساوي عشرين او افضل قيمة لصاد عندما سين بتساوي عشرة او يسهل المسألة عليه قالص يقولك اوجد معادلة انحضار صاد على سين عاوز اشوف تمرين على الشكل ده وده الحقيقة تمرين سهل جدا جدا بيقول لي من البيانات الاتية خلي بالك التمرين بيقول ايه من البيانات الاتية عن الظاهراتين سين وصاد خد بالك التمرين على الشاشة علشان تلحق تكتب من البيانات الاتية لزق عن الظاهرتين سين وصاد كان النون عدد القيم بتسعة النون عدد القيم او عدد المفردات كان بتسعة ومجموعة خانة سين كان بتلاتة وستين ومجموعة خانة صاد كان بثنين واربعين ومجموعة خانة سين في صاد او سين صاد كان بربعمية وثلاثتاشر ومجموعة خانة سين تربيع كان بستمية خمسة وستين طالب مني ايه احسب معادلة انحضار صاد على سين طيب يا مصر ده مديني بيانات جهزة اقولك برافو عليك دي كده بيانات جهزة وتساهل عليك يبقى انت هنا مش هتعمل جدول انا هنا مش محتاج الجدول لاني ملوش اي قيمة اني اعمل الجدول انا يعتبر احنا عملنا الجدول ودينا لك البيانات اللي هي في اخر الجدول جهزة وعايز حضرتك تطبق تطبيق مباشر في العلاقات اللي عندك هنا التمرين هيعتمد على فهمك لطبيعة تمارين الانحضار وحفظك للقوانين او العلاقات اللي عندك قانون الالف وقانون البيه ليه البيه يا مصر علشان حضرتك طلبت معادلة انحضار صاد على سين تعال نشوف مع بعض ازاي هنحل التمرين اول حاجة اكتب قانون الالف ودايما اقول لك الاحصى مادة بتعتمد على فهمك وتحليلك للمعلومات اللي قدامك وعلى حفظك للقوانين بتاعتك لان طبعا حضرتك فاهم وجميل وشاطر بس مش حافظ القانون وارد انك تنسى جزئية في القانون فطبعا هتطلع نواتك مش مزبوطة يبقى لازم كمان ادرب على نفس اتدرب واشتغل على نفس كتير في حتة القوانين وحتة التمرين السهلة دي تعالوا نشوف مع بعض القانون بتاع الف هنحسبه ازاي قلتل يا مستر على طول احنا هنشتغل هنجيب قيمة الالف والالف بيساوي نون مجسين صاد ناقص مجسين في مجسات ده البسط طبعايز المقام المقام بيساوي نون مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع ده كلام سهل جدا يلا نشيل كل حاجة ونعوض عن قيمة النون قلتلي بكام برافو عليك النون بتسعة فيه مجموعة سين صاد اهي بربعمية وتلاتاشر ناقص مجموعة خانة سين بتلاتة وستين فيه مجموعة خانة صاد باتنين واربعين على النون بتسعة فيه مجموعة خانة سين تربيع خانة سين تربيع بستمية خمسة وستين ناقص مجموعة خانة سين الكل تربيع او خانة سين في نفسها كنت تقدر تقول تلاتة وستين في نفسها او تلاتة وستين الكل تربيع امسك الالة الحسبة وحل هيطلع معاك الناتج بتلاتة وخمسين من مية يبقى ايه ده قدرنا نحصل على قيمة الف طيب عاوز كمان احصل على قيمة به قلتلي يا مستر احنا قايلين مع بعض ان قيمة به بيساوي مج صاد ناقص الالف في مج سين على نون يلا نعوز قيمة به قلتلي مج صاد باثنين واربعين ناقص قيمة الالف بثلاتة وخمسين من مية في مج سين كان بثلاتة وستين بنقسم على قيمة النون اللي هي كانت تسعة يطلع معاك الناتج بخمسة وتسعين من مية يبقى كده معايا قيمة الف ومعايا قيمة به بقي ايه مستر بقي نكتب المعادلة عندي اقول لك معادلة انحضار صاد على سين افتكر كده معايا قلنا الصاد بتساوي الف سين زائد به يعني هتقول للصاد بتساوي شيل قيمة الالف وحط تلاتة وخمسين من مية وبعدين اكتب السين اللي عندك زائد قيمة البه بخمسة وتسعين من مية وعايز انبه عليك في الجزئية دي انك ما تجمعش القيم بتاعة الالف والبه لان دي معادلة حضرتك علشان دي معادلة مطلوب من سيادتك انك تسيبها كما هي بالشكل ده يبقى الصاد بتساوي تلاتة وخمسين من مية سين زائد خمسة وتسعين من مية ده كان تمرين من التمرين اللي جاهزة وتمرين سهل جدا 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 طيب ممكن كمان اعملك تمرين افتراضي كده سهل علشان افكرك بجزئية الالف والبه ممكن يديني تمرين يقول لي اذا علمت ان قيمة الالف بتمانية واربعين من مية وقيمة البه كانت بواحد واربعة من عشرة احسب معادلة انحضار صاد على سين تقول لي يا مستر ده انت حضرتك مديني كمت الالف جاهزة ومديني كمت البيه جاهزة اقول لك برافو عليك يبقى حضرتك كل اللي هتعمله عايز منك تكتب لي المعادلة يعني لما قولك الصاد بيساوي الف سين زائد به انت كتبت المعادلة فاضل ايه تشيل كمت الالف وتحط تمانية واربعين من مية وتنزل السين وتشيل كمت البيه وتحط واحد واربعة من عشرة اتحلت كده اه طبعا اتحلت لان كنت مديلك الالف ومديلك البيه يبقى طالب من حضرتك ايه يا دوب بس تعمل المعادلة وتكتب كمت الالف بكام وكمت البيه بكام طب لو كان عاوز افضل قيمة اقول لك افضل قيمة للصاد عندما سين بعشرين هتقول لي الصاد بتساوي تمانية واربعين من مية في عشرين زائد واحد واربعة من عشرة هتمسك الالة عندك على طول وتبتدي تحل تقول لي تمانية واربعين في عشرين زائد واحد علامة اربعة يطلع عندك الصاد باحداشر يطلع قيمة الصاد باحداشر كده احنا خدنا تمارين على معادلة انحضار صاد على سين سواء في جدول او سواء في شكل تمرين في بيانات جاهزة والحقيقة فيه تمرين جيف امتحان سابق فكرته كانت جميلة جدا ادالك بيانات جاهزة وطلب منك مطلوب سهل جدا بس كان عاوز تركيز من بعض الطلبة بيقول ايه في المطلوب احسب قيمة معامل انحضار صاد على سين يعني ايه مستر الكلام ده يعني حضرتك ادتني تمريين فيه بيانات جاهزة وبيانات سهلة جدا ومش عاوز مني غير حاجة واحدة بس اللي هي قيمة الالف يعني مثلا تقول لي اذا علمت ان اذا علمت ان مجموعة خانة سين كانت بخمسة وتلاتين ومجموعة خانة صاد كانت بسبعين ومجموعة خانة او عمود سين صاد كانت بخمسمية ستة وعشرين ومجموعة خانة سين تربيع كانت بمئتين خمسة وتمانين احسب معامل سين فقط احسب معامل سين في معادلة انحضار صاد على سين الحقيقة المسألة دي كانت فكرة جميلة جدا جدا هو عاوز ايه عاوز معامل سين طبعا هنا انا عاوز الطلبة الشطار والطالبات الشطرات معانا يركزوا يعني ايه معامل سين طبعا في بداية حلقتنا قلنا ان الالف هو معامل سين يبقى انا كنت كل ده عاوز منك قيمة الالف فقط يبقى ما تروحش تجيب قيمة البه وتعمل المعادلة وتضيع وقت الامتحان فهي حاجات مش مطلوبة منك يبقى احنا اتفقنا لو طلب منك قيمة الالف فقط على طول هتعمل قانون الالف وتقول لي نون مجسين صاد ناقص مجسين في مجسين صاد على نون مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع تقول لي طيب هجيب قيمة الالف هنا بالتعويض المباشر اشيني النون وحط قيمتها كان مديني النون هنا كانت بخمسة يبقى اشيني النون وحط كام خمسة في مجسين صاد عندي كان بخمسمية ستة وعشرين ناقص مجسين بخمسة وتلاتين في مجس صاد سبعين على النون بخمسة في مجسين تربيع كان بمتين خمسة وتمانين ناقص مجسين الكل تربيع اللي هي الخمسة وتلاتين في نفسها او الخمسة وتلاتين تربيع على طول يطلع معاك كمتة الالف بتسعة من عشرة طيب وكده مستر انا خلص طبعا خلص لانه كان طالب معاك كان طالب معامل انحضار صاد على سين اللي هو مين الالف فقط اللي هو الالف فقط وكده انت عملت المطلوب منك وما تعملش اي حاجة تانية زيادة لانه كان طالب معامل سين فقط ده كده كان موضوع معادلة انحضار صاد على سين وخلي بالك اوقات لو ادك تمارين جاهزة لشان بعض الطلبة بيدوروا على النون مش بيلقيها مثلا يقول لي البيانات الاتية او اليك البيانات مستخرجة من جدول اعداد انحضار صاد على سين او اذا علمت ان هذه البيانات لخمس قيم يقول لك لخمس قيم او لسبع قيم او لتسع قيم هنا يا جماعة عدد القيم جه باللغة العربية بالحروف يبقى هنا النون تكون لو قال لخمس قيم هتبقى النون بخمسة لسبع قيم هتبقى النون بسبعة ناخد بالنا من الحاجات الصغيرة ومطلوب من حضرتك تقرأ التمرين كويس والتركيز في الانتحاد تعالوا كمان نحاول ناخد جزء من المعادلة التانية اللي هي معادلة انحضار سين على صاد معادلة انحضار سين على صاد ايه هو موضوع معادلة انحضار سين على صاد ده تعالوا نشوف بيقول لي معادلة انحضار سين على صاد المعادلة بتاخد الشكل ده السين بتساوي جيم صاد زاء الدال اذا عندي جيم وعندي دال عشان دي معادلة سين على صاد اما المعادلة السابقة اللي لسه كنا بنشتغل فيها كان اسمها معادلة انحضار صاد على سين كانت فيها الف وبه وللتمييز والتسهيل على حضرتك تعالوا اقول لي بقى انا عايز اجيب قيمة جيم وعاوز اجيب قيمة دا قلت لي الجين بتساوي نون مجسين صاد ناقص مجسين في مجسات على نون خد بالك بقى ان المقام هنا هيكون لخانة صاد تربيع وخانة صاد الكل تربيع دا كان القانون بتاع ايجاد قيمة الجيم في معادلة انحضار سين على صاد طيب الدال يا مستر قلت لك الدال بيساوي مجموع سين ناقص الجيم في مجموع صاد على نون يبقى انا كده قدرت احصل على معادلة انحضار سين على صاد بايجاد قيمة جيم وايجاد قيمة دا ولكن في سؤال حضرتك قلت لي ان معادلة الانحضار بنعمل لها جدول من اربع خانات تمام انا قلت كده فعلا في معادلة انحضار صاد على سين حضرتك عملت جدول من اربع خانات كان سين وصاد وسين في صاد وهناك كانت سين تربيع اما في معادلة انحضار سين على صاد هنعمل جدول اربع خانات في اول ثلاث خانات متشابهين اللي هو السين والصاد والسين في صاد ولكن هنستعمل خانة صاد تربيع يبقى هنا في معادلة انحضار سين على صاد تعالوا مع بعض نشوف التمرين بيقول ايه مديني تمرين اهو بيقول لي من الجدول الاتي من الجدول الاتي اوجد معادلة انحضار سين على صاد ركز معايا كده في الجدول احنا اتفاقنا كلنا مع بعض اتفاق جميل جدا ان اول حاجة اعد القيم اللي عندي اشوف عدد القيم اللي عندي بكام نعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة قلت لي ده كده عدد القيم كام خمسة يبقى النون بتساوي خمسة واتفاقنا كمان ان عشان اعمل معادلة انحضار سواء سين على صاد او صاد على سين لازم اعمل جدول من اربع خانات جدول من اربع خانات ايه هم اللي اربع خانات افتكر معايا كده تاني برافو عليك قلت لي سين و صاد وسين في صاد طيب هنا دي معادلة ايه؟ حتى ذاك عاوز معادلة انحضار سين على صاد سين على صاد يبقى هنستعمل الصاد تربيح يلا ننقل اول خانتين من ورقة الاسئلة السين كانت باتنين وتلاتة اتنين واربعة اتنين واربعة وتلاتة وستة وخمسة الصاد كانت بتلاتة وسبعة وتمانية وعشرة واتناشر لما هجمع خانة السين هيطلع مجموعة السين بكام؟ بعشرين ونجمع خانة الصاد يطلع أربعين طيب عايزة اضرب سين في صاد هنعمل ايه؟ هضرب خانة السين في خانة الصاد يعني اتنين في تلاتة بستة بربع عليك الاربعة في سبعة بتمانية وعشرين التلاتة في تمانية باربعة وعشرين ستة في عاشرة بستين خمسة في اتناشر بستين ابتدي اجمع خانة في صاد يطلع معايا النتج بمية تمانية وسبعين تعالى نجيب خانة صاد تربيع يعني اه صاد تربيع يعني بدرب الصاد في نفسه اضرب معايا كده تلاتة في تلاتة بتسعة بربو عليك سبعة في سبعة بتسعة واربعين تمانية في تمانية باربعة وستين عشرة في عشرة بمية اتناشر في اتناشر بمية أربعة واربعين اجمع خانة صاد تربيع يديلك 366 طبعا ده مجموع سينف وده مجموع صاد وهنا مجموع صاد واخر حاجة مجموع صاد تربيع بمنتعة البساطة عاوزك تكتب قانون الالف هنفتكر مع بعض طب دي الف ولا جيم برافو عليك قلت لها يا مستر دي جيم عشان دي معادلة انحضار سين على صاد يبقى انا هنا علشان اجيب قانون الجيم بتاعنا الجيم بتساوي ايه نون مجموع صاد ناقص مجموع صاد على المقام برافو عليك سامعك انت بتقول لي ايه وعا تكتب سين يا مستر دي جيم مش الف طب اكتب ايه قلت لي اكتب نون مجموع صاد تربيع ناقص مجموع صاد الكل تربيع طب يلا عوض معايا بقى قلت لي الجيم بتساوي ايه النون كانت خمسة برافو عليك فيه مجموع صاد كانت بمية تمانية وسبعين ناقص مجموع صاد كانت بمية تمانية وسبعين على النون بخمسة في مجموع صاد تربيع تلتمية ستة وستين ناقص مجموع صاد اللي هي كانت اربعين وتربعها او تضربها في نفسها هيطلع معاك الجيم بتسعة وتلاتين من مية حضراتك جبت قيمة الجيم تمام عايز بعدها اجيب قيمة الدال واحنا مع بعض فاكرين ان الدال مجسين ناقص الجيم اللي جبناها مضروبة في المجموع صاد على نون يبقى الدال بتساوي اشيل مجسين وحط عشرين وبعدين حط قيمة الجيم بتسعة وتلاتين من مية وحط قيمة مجموع صاد باربيعين وقسم على النون بكم بخمسة يطلع معاك الدال بتمانية وتمانين من مية اخر حاجة خلاص هتكتب المعادلة هتقول لي معادلة انحضار سين على صاد السين بتساوي جيم صاد زائد الدال يبقى السين بتساوي تسعة وتلاتين من مية صاد زائد تمانية وتمانين من مية وكده قدرت تحصل على معادلة انحضار صاد على سين في الاول وقدرنا نحصل على معادلة انحضار سين على صاد اخر حاجة شرحناها في الحقيقة عايزنا نبيهك بقى الحاجة بعد الطلبة بي يطلق بطو فيها في الامتحانات او في المذاكرة عايز اعمل رسمة صغيرة هتوضح لك تلات قوانين اسهل من بعض عايز اوريلك ان في تشابه بين قانون الالف في معادلة انحضار صاد على سين وقانون الجيم في معادلة انحضار سين على صاد ومعامل الارتباط لبرسل قلتني في معادلة انحضار صاد على سين اللي احنا اتفقنا ان هي قب كنا ازاي بنجيب قيمة الف افكر حضرتك قلتلي كنا بنجيب قيمة الف عبارة عن ايه عبارة عن نون مج سين صاد ناقص مج سين في مج صاد رفع ليك طب والمقام المقام كان بيقول نون مج سين تربيع ناقص مج سين الكل تربيع اما في معادلة انحضار سين على صاد كم تلجيب كانت بتساوي برضو مع بعض عشان عايز اوريلك الاختلاف او اللخبطة بتجيلك منين في الجيم البس نون مج سين صاد ناقص مج سين في مج صاد اما المقام كان نون مج ساد تربيع ناقص مج ساد الكل تربيع كده احنا عرفنا الالف اللي هو يخص او معامل انحضار صاد على صاد والجيم اللي هو معامل انحضار صاد على صاد وعايز افكرك ان معامل ارتباط بيرسون الره بيساوي الره في بيرسون بيساوي ايه بيساوي نون مج سين صاد ناقص مج سين في مج صاد على الجزر الكبير بتاعنا اهو والقصين المتشابهين اللي هو نون مج سين تربيع ناقص مج سين الكل تربيع وده اللي يخص السينات ونون مج ساد تربيع ناقص مج ساد الكل تربيع اللي يخص الصداد الهدف من الرسمة دي او من العرض القوانين دي ان عايز اقولك ان البص بتاع الف هو نفس البص بتاع جيم هو نفس البص بتاع بيرسون يبقى انت كده البص لو حفظت واحد هو البص لالف هو البص الجيم هو البص لره اهو نون مج سين صاد نقص مج سين في مج ساد نون مج سين صاد نقص مج سين في مج ساد نون مج سين صاد نقص مج سين في مج ساد البص واحد في التلات مقادير اما المقام في بيرسون بعمل القصير وتحت الجزر في انحضار صاد على سين بعمل قيمة الف فقط وبيكون المقام هو القص الاول في انحضار سين على صاد بعمل قيمة جيم وبيكون المقام هو القوس التاني وده قيمة التشابه بين البسط في التلاتة والاختلاف في المقام عندي كمان عشان افكرتك بمعامل ارتباط بيرسون هنحل مع بعض تمرين على معامل ارتباط بيرسون عندي تمرين سهل جدا على معامل ارتباط بيرسون من بيانات جهزة وزي ما احنا شفنا قبل كده الارتباط موضوع سهل جدا 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 بيقول لي ايه في التمرين من البيانات الاتية من البيانات الاتية احسب معامل ارتباط بيرسون من البيانات الاتية احسب معامل ارتباط بيرسون تعالوا نشوف مع بعض التمرين بيقول ايه النون بخمسة ومجسين بخمسة وعشرين ومجساد بخمسين ومجسين تربيع بمية خمسة واربعين ومجل صوت تربيع بخمسمية وعشرين ومجل صوت بميتين ستة وستين علشان وقت حلقتنا تعالوا نحل بسرعة التمرين ده مع بعض وده يعتبر مراجعة على الحلقة اللي فاتت اول حاجة ده تمرين جاهز يبقى انا مش محتاج الا اني اعوض في القانون تعويض مباشر التعويض المباشر معنا اهو افكرك تاني بقانون معامل ارتباط برسل الرهب يساوي نون مجل صوت ناقص مجل صوت على جزر القوس الاول للسينات اللي هو نون مجل صوت تربيع ناقص مجل صوت الكل تربيع والقوس التاني للصدات اللي هو نون مجل صوت تربيع ناقص مجل صوت الكل تربيع يبقى الرهة تساوي تعالوا نشوف مع بعض التعويض المباشر وطبعاً الآلة بتاعتك وشغلك على الآلة بيفرق كتير جداً جداً معاك يلا نعود بتعويض مباشر نشوف كمت النون كانت بكام قلت لي بخمسة فيه مجسين صاد قلت لي بمتين ستة وستين ناقص مجسين بخمسة وعشرين في مجس صاد بخمسين على النون بخمسة فيه مجسين تربيع بمية خمسة واربعين ناقص مجسين خمسة وعشرين الكل تربيع ده القوس الأول القوس الثاني النون بخمسة فيه مجسات تربيع خمسمية وعشرين ناقص مجسات عندي كان بخمسين الكل تربيع بالآلة مباشرة هيطلع معاك الناتج بتمانية من عشرة يبقى إذن ده ارتباط تردي علشان الناتج موجب ومتوسط وقوي علشان التمانية من عشرة يبقى ده ارتباط تردي قوي النهاردة في حلقتنا استعرضنا معادلة انحضار صاد على سين واستعرضنا معادلة انحضار صاد على ساد وكمان خدنا تمارين من جدول وتمارين جهزة وفي آخر الحلقة راجعنا على معامل ارتباط بيرسل اتمنى ان نكون قدرنا نكون ضيوف خفاف على حضراتكم ويا رب نكون قربناكم من نجاح بالقطوات ودايما شاشتكم مصر التعليمية متعلقة وفي خدمة التعليم الفني دايما وابدا شكرا كان معكم فتح عبد الكريم من نظر التعليم